بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة عن آآ المايكروسوفت وورد الفين وتلاتة آآ ملحوزة بس بسيطة هحيب اضيفها اولا ان انا مش بشرح من ويندوز سبين ان دلوقتي بشرح من ويندوز دين آآ هو هو نفس الشرح مش هيختلف كتير يعني ان شاء الله آآ لان كل شغلنا هيبقى جوة آآ برنامج الورد مش هيبقى في الويندوز نفسه تمام الملحوزة التانية بالنسبة لجودة الفيديو انها مش هقدر اصور بجودة كويسة وقدر اعمل المونتاج كويس لان ما فيش وقت كافي لان تقريبا الامتحان بتاعنا هيكون يوم السبت اولا خلينا نتعرف على برنامج المايكروسوفت وورد الفين وتلاتة المايكروسوفت وورد الفين وتلاتة دوت هو احد برامج الافيس تمام طيب البرنامج ده بنقدر نعمل من خلاله ايه بنقدر نعمل من خلاله حاجات زي الآآ زي انك تطبع ورقة الامتحان آآ تقدر تطبع آآ لافتة ارشادية تمام آآ لو انت مسلا آآ بتحضر دكتوراء او ربنا يرزقنا يعني فيما بعد آآ بتقدر برضو تطبع الرسالة او تطبع ورقة الرسالة من على بنفسك لو انت بتعمل بحس آآ طباعة تقدر تكتب وتطبع كل حاجة بنفسك من على آآ برنامج الورد بشكل منظم آآ طيب دلوقتي ازاي اقدر افتح مستند آآ آآ موجودة عندنا طريقتين نقدر نفتح بهم مستند الورد الطريقة ان احنا الطريقة الاولى ان احنا بنيجي على سطح المكتب في مكان فاضي وبنعمل آآ بننزل على نيو من نيو بنقدر نختار ميكروسوفت وورد آآ ديكومنت بنلاحز ان الميكروسوفت وورد ديكومنت بيبقى مميز بي حرف W زي ما انت شايف كده المستند ده معنا مميز بي حرف W الطريقة التانية ان احنا من قايمة آآ ستارت مينيو آآ بنختار من بنختار الميكروسوفت اوفيس من مايكروسوفت اوفيس آآ بنختار الميكروسوفت وورد الفين وثلاثة تمام طبعا الخطوة دي انا ما شرحت هاش بتاعة الستارت مينيو لان الستارت مينيو هتكون مختلفة عندي فوندوس تين زي ما انت شايف كده فهنلغبطك اكدر تمام فلكن خلنا في الطريقة الادمن اللي هي بعدين بننزل على بعدين بنختار مايكروسوفت وورد تمام طب دلوقتي لما نفتح آآ برنامج آآ الميكروسوفت وورد ممكن نشوف حاجات معقدة لآآ اول مرة بس ان شاء الله فيما بعد هتكون حاجات مبسطة جدا آآ اول حاجة موجودة معنا من فوق خالص ده هو شرية التايتل بار او شرية العنوان شرية العنوان ده بيكون مكون من جزئين الجزء الاول مايكروسوفت وورد بعد كده بيبقى موجود ماينس او شرطة بعد كده الاسم الافتراضي للمستند اللي انت عملته دوت اللي هو نيو مايكروسوفت وورد دي كومنت تمام آآ بعد كده دوت اللي هي نقطة ودي او سي دي اختصار لكلمة دي كومنت وده اسم دي حاجة اسمها بتاع الفايل تمام طيب تعالا مسلا نغير اسم الفايل بتاعنا نخليه مسلا احمد نفتح المستند بتاعنا تاني اللاحز فوق في شرية التايتل بار ان المايكروسوفت وورد دي زي ما قلنا قبل كده انها ستة بعد كده الماينس برضو دي ستة بعد كده ده اسم المستند اللي انا غيرته او اللي انا سميته تمام في شرية التايتل بار من الجانب التاني كده بيلاقي الاكس دوت وده بيعمل كلوز سي ما انت شايف كده لما بتقف عليه الفترة مطولة بيزهر لك بيقول لك بيعمل ايه ده كلوز اللي هو بيقفل النفذة الموجودة دي او بيقفل المستند تمام آآ ده لما تقف عليه كده بيعمل وشرحنا قبل كده الفرق بين لو الشاشة كبيرة عندك مليانة او زي ما انت شايف كده لما يبقى شكل مربعين فوق بعد بيعمل بيصغر النفذة شوية زي ما انت شايف كده دلوقتي النفذة مش مليانة او مش مالية الشاشة لو جينا وقفنا عليها يقول لك ايه ماكس مايز تكبر الشاشة بعد كده عندنا ده آآ ده بيخفي النفذة الموجودة قدامك دي لكن بتكون مفتوعة معك تحت فين في شريط لو ضغطت على كده تبدأ تتفتح معك تاني ده اول شريط معنا شريط آآ او شريط العنوان الشريط التاني معنا ده هو شريط آآ القوائم اللي موجود فيه ملف وتحرير وعرض الى اخيره ده شريط القوائم تمام آآ ملحوظة بس بسيطة ان شريط فيما بعد لما ناخد كل الاشرطة فيه اشرطة معنا تقدر تخفيها وتقدر تظهرها لكن احنا موجود معنا شريط التايتل برده ما نقدرش نخفيه او ما نقدرش نعدل عليه شريط آآ القوائم ده ما نقدرش برضو نخفيه تمام تاني تالية حاجة موجودة معنا وهي شريط آآ الشريط القياسي اللي انت شايفه ده اللي بيكون فيه نسبة مقوي او تمام آآ بعد كده الشريط اللي تحتو على طول ده اسمه شريط التنسيق بيكون موجود فيه حجم الخط اللي هو غالبا بيكون باي ديفولت بيكون اتناشر يعني باي ديفولت يعني بيكون بشكل افتراضي اول ما تفتح مستند جديد بيكون موجود معاك اتناشر تمام آآ تلاحز انك لما تقف مسلا عليه كده لو قفنا كده على النسبة المقوية بيقولك ان ده تكبير وتصغير فين في الشريط القياسي طيب لو انا مسلا نسيت او معايت ما تش قادر افرق بين الشريطين مسلا او نسيت ازاي افرق بينهم هاجي مسلا على الشريط دوت بنيجي على النقط اللي جانبه هناك دي كده لما يزهر علامة الزائد نسحبه ننزله تحت زي ما انت شايف قالك ان ده شريط قياسي نسحابه تاني نطلعه مكانه تمام وزي ما قلنا برضو اللي تحت دوت شريط التنسيق نطلعه مكانه تاني آآ برضو الاشريطة اللي موجودة فوق عندك دي ممكن تكون موجودة معك بشكل مختلف ممكن تكون موجودة معك بالشكل ده كده ممكن تكون موجودة جامد بحيث ان في يعني النسبة المقوية دلوقتي في الشريط آآ القياسي مش هتظهر لو انا شديد ده كده فأنت اول ما تقعد على الجهاز في امتحان العملي اول ما تقعد على اي جهاز بتنظم الاشريطة دي زي ما حضرتك تحب بحيث انك تقدر تميز بينهم وتستعملهم بشكل كويس تمام بعد كده عندنا شريط التمرير اللي هو في الجنب ده اللي هو تمام بعد كده عندنا المصطرة المصطرة اللي انت شايفها اللي فوق دي كده في مصطرة افقية ومصطرة عمودية تمام آآ بعد كده اللي موجودة عندنا تحت اللي مكتوب فيه صفحة ومقطع وواحد على واحد دي ده اسمه شريط الحالة او آآ شريط المعلومات او آآ طيب انا دلوقتي آآ عندي مثلا فتحت الورد لقيته بالشكل دوت مفيش لما انت شايف مفيش شريط التنسيق ولا في شريط القياسي بنزهرهم ازاي بنيجي على قيمة عرض بنيجي على اشرتة الادوات بنختار الشريط القياسي بعد كده بنيجي تاني على قيمة عرض بنختار اشرتة الادوات وبنختار آآ ازهار شريط التنسيق طيب انا ازهرتهم ازاي بقى احضر اخفيهم بنيجي برضو على عرض وبنيجي على اشرتة الادوات زي ما انت شايف كده الشريط الشريتين اللي ظهرين قدامك معمول عليهم علامتين صح لو انا مثلا عايز اشيل الشريت القياسي او اخفيه بنشيل علامة الصح اللي جامه دي كده في عندنا ورق بيكون عمودي بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو زي ورقة الامتحان وزي ورقة الكتاب كده وفيه بيكون موجود معنا ورقة بيكون بشكل افقي زي اللي موجودة هناك في معمل الحزن ازاي بقى نقدر نتحكم في اه اتجاه الورقة ده بنيجي على اه ملف تمام بننزل على اه اعداد الصفحة من اعداد الصفحة بتظهر معنا النفذة دي بنقدر نختار من اتجاه نختار افقي او عمودي زي ما قلنا ان دي ورقة الامتحان او ورقة كتاب او ورقة بحس لكن الافقي دوت اه ورقة زي اللافتة كده زي اللي موجودة هناك في المعمل بتلاقي اتجاه الورقة اختلف معاك عند الوقتي مسلا عندي فيه اه شريط الموجود تحت دوت اسمه شريط الحالة موجود فيه الصفحة والمقطع وبعد كده عدد اللي هو واحد على واحد تمام اه احنا عشان نقدر نشرح اه شريط الحالة او شريط المعلومات اه لازمة نضيف صفحة او كم صفحة كده عشان نقدر نشرحه طب بنضيف صفحة ازاي بنضغط من الكيبورد اه زر الكنترول والانتر طبعا هحطلك السرعة بتاعتهم على الشاشة نضغط كمان كنترول وانتر بنضيف صفحة زي ما انت شايف معنا كده اه طيب انا مسلا عايز اضيف صفحة طريقة تانية فيه موجود عندك من اه زي ما قلنا الكيبورد دي الطريقة الاولى الطريقة التانية من الورد بقى نفسه بناجي على ادراج بناجي على فاصل بعد كده بناجي على فاصل آآ صفحات وبنعمل موافع كده اضفنا صفحة تمام اه طيب تعالى بقى نشرح شريط الحالة اللي موجود تحت دا انا عايزك دلوقت تركزلي فيه العدد دوت اللي هو آآ اربعة على خمسة تمام عايزك تركزلي في العدد ده او عدد الخمسة دوت العدد الموجود على الشمال هو اجمالي عدد الصفح الصفحة الموجود عندي العدد الموجود على اليمين اللي هو اربعة هو الصفحة اللي انا شغال فيها دلوقتي او الصفحة اللي انا عرضها. تمام? اه نوضح اكتر انا موجود دلوقتي عندي كام? خمس صفحة. لو وقفت في الصفحة اللي فوقيها هتلاقي العدد كام? تعليقتي على خمسة. انا واقف على الصفحة التالتة واجمع العدد الصفحة خمسة. اطلع على اللي فوقيها مسلا. اه. بقيت واقف في الصفحة التانية واجمع العدد الصفحة طيب آآ ازاي بنمسح صفحة مسلا من موجودة اللي احنا ضفناها. بنيجي في اول الصفحة كده زي ما انت شايف وبنضغط آآ زر فيه الكيبورد بيكون موجود فوق الانتر اسمه هضيف لك الصورة بتاعته برضو على الشاشة. كده مسحنا صفحة. آآ ركز في العدد الموجود تحت عندك ده اللي هو اجمال الصفحة اللي هو المفروض دلوقتي ان هو اربعة. امسح صفحة يقل العدد دل تلاتة. تمام? قلينا نخلي العدد خمسة مسلا. آآ دلوقتي آآ العدد على الشمال اللي هو اجمالي عدد الصفحة الموجودة عندي. العدد العليمين هي الصفحة اللي انا شغال فيها او الصفحة اللي اللي انا واقف فيها دلوقتي. تمام? لو العدد دوت مسلا عندي دلوقتي اربعة على خمسة وحبيت ان انا احزف صفحة. يا طرى العدد ده هيبقى كام? خلينا نمشي واحدة واحدة. احنا لو حزفنا صفحة معنا كده ان اجمالي العدد الكل بتاع الصفحة هيقل اللي هو عدد الخامسة ده هيقل اللي هيبقى كام? هيبقى اربعة لان انا حزفت صفحة. تمام? والعدد الموجود على يمين دوت اللي هي الصفحة اللي انا واقف فيها دلوقتي. دي الصفحة اللي انا حزفتها. فبالتالي ايه? انا هطلع على الصفحة اللي فوقيها على طول. هطلع على صفحة رقم تلاتة. تمام? يبقى نمشيها واحدة واحدة كده. انا حزفت صفحة. الصفحة كان موجود عندي خمسة بقت كم? بقت اربعة. وكنت واقف في الصفحة رقم اربعة طلعت في الصفحة. رقم تلاتة. يبقى الرقم دلوقتي يبقى موجود عندك كم? تلاتة على اربعة. تلاتة على اربعة لما حزفت الصفحة. طيب. خلينا اخدها بمعادلة اسهل شوية. تمام? كل عدد من العداد الموجود عندك ديت بتطرح من واحد لما بتحزف صفحة. ركز معايا ان لما ان بقول لك لما تحزف صفحة مش لما تضيف صفحة. تمام? يعني انا واقف دلوقتي في الصفحة رقم اربعة واجمال عدد الصفحة عندي اربعة. لو انا حزفت دلوقتي هيبقى كم? هيبقى تلاتة على تلاتة. حزفت واحد من الرقم اليمين وحزفت واحد من الرقم الشمال. تعال نشوف. بقى تلاتة على تلاتة. طيب خلينا مثلا نضيف كمان صفحة. خلينا مثلا خمس صفحة. وانا واقف في الصفحة رقم اربعة. تمام? واقف في الصفحة رقم اربعة. دلوقتي لو جيت امسح صفحة فانا هطرح رقم واحد او هنطرح واحد من رقم اربعة وهنطرح واحد من رقم خمسة. تعال نشوف. زي ما انت شايف بقى آآ تلاتة على اربعة. طيب تعال نقف في الصفحة رقم تلاتة. اجمال عدد الصفحة عندي اربعة وانا واقف في الصفحة رقم تلاتة. لما اجي امسح صفحة هنطرح واحد من كل رقم من الاتنين دولت. بالتالي هيبقى كم? هيبقى اتنين على تلاتة. تعال نشوف بقى اتنين على تلاتة. دلوقتي بقى ازاي اقدر اكتب في برنامج الورد. الكتاب بعدها خالص بتحط المؤشر في المكان اللي انت تحب تكتب فيه. وبنكتب مسلا الكلمة اللي احنا نحب نكتبها بالشكل ده. تمام? اه طب انا لو عايز اكبر اه حجم الخط. بنعمل على الكلمة. بنعمل ازاي? احنا دلوقتي لازم اه نفرق ان الكلمة اللي احنا كتبينها دي كلمة عرب. بنيجي بعد اخر مكان وقفنا فيه وبنسحب لاول حرف خالص. طيب. نوضح اكتر. الكلمة العربي بنسحب بنيجي بنسحب من الشمال الى اليمين. بنسحب من الشمال اليمين. دي الطريقة الاولى ان احنا نحدد بها الكلمة. الطريقة التانية من الكيبورد. بنضغط زر الشفت بنعمل هولد عليه. مش ضغطة. تمام? ايه الفرق بين الهولد والضغطة? الهولد ان احنا بنفضل ضغطين عليه. ضغطة مطولة. تمام? وعندك من الاسهم الموجودة فيه سهم فوق سهم تحت سهم يمين وسهم شمال. بنيجي نسحب اه او بنضغط على سوري. بنضغط على السهم اللي بيسحب اليمين او لناحية اليمين. بالشكل دوت بيحدد معنا حرف بحرف لحد بنحدد الكلمة كلها. دي الطريقة التانية. الطريقة التالتة ان احنا بنيجي نوقف المؤشر في نص الكلمة كده وبنعمل بسرعة. كده. كده احنا حددنا الكلمة. بنقدر اه نكبر ونصغر حجم الكلمة من خلال ان احنا بنضغط على زرار من زرار زرار او تمام? نضغط بس اه ضغطة او لما تضغط على زر بنعمل تمام? يا ريت نحفظ معنا كلمة لان مش هنكررها كتير في في الميديول ده. معناها ان انا بفضل ضغط ضغطة مطولة على زرار كنترول. بنضغط كده بشكل دوت. بنضغط عليه ضغطة او بنضغط ضغطة مطولة. بنضغط حرف زي ما انت شايف بيتكبر معاك الكلمة او حرف بيصغر معاك الكلمة. تمام? طب انا لو مش عايز استعمل الكيبورد في موجود عندك في شرية التنسيق زي ما قلنا حجم الخط هوات. تقدر تختار حجم الخط اللي حضرتك تحبه من آآ شرية التنسيق الموجود عندك. آآ طيب آآ انا مسلا عايز آآ ازاي آآ اخل انا سأل الكلمة ديت او ازاي ازبط شكلها زي ما احب. آآ عندنا دلوقتي بنعمل الاول على الكلمة هوت. بنختار الخيار دوت اللي هو اسمه غامي اللي هو حرف البي اختصار لي بولد اللي هو معناها غامي او سميك. كما انت شايف الخط بقى معاك. تعال نكتب كلمة عادية جنبة عشان نقدر نفرق بينها. تمام? نرجع كلمة احمد التانية دي لطبيعتها. نلاحز الفرق بينهم ان كلمة احمد الاولى دي آآ بخط غامي او بخط سميك والكلمة التانية بخط عادي جدا. تمام? آآ كمان تقدر لما نحدد الكلمة بالشكل دوت كده. آآ نقدر نخليها اتاليك او مائل اللي يمحم حرف الاي الموجودة في شرية التنسيق دوت. زي ما انت شايف كده بتبقى الكلمة ميلة شوية. تمام? آآ نقدر كمان نضيف تحتها خط خلينا نرجع الاي تاليك دوت. نقدر نضيف تحتها خط زي ما انت شايف به الشكل ده. كمان نقدر نغير لون الخط. نخليه اللون الاحمر زي ما انت شايف به الشكل ده. آآ كمان برضو نقدر آآ ان احنا نعلم او نعمل على كلمة معينة زي آآ آآ قلم اللي هو بيبقى لون اصفر او اي لون زي ما انتا تحب زي ما انت شايف كده علمنا الكلمة بي آآ اللون الاصفر. بعد كده عندنا آآ ازاي بقى نتحكم في اتجاه الكتابة او المحاذات بتاعت الكتابة. للوقتي مسلا انا لو جيت اكتب انجليزي بالشكل دوت. آآ هتلاقيه كتب من على اليمين واحنا طبعا عارفين ان الانجليزي بتكتب من على الشمال. طيب آآ هو ليه بقى كتب معي من على اليمين? لانك محدد المحاذات بتاعته من على اليمين. طيب ازاي اتحكم فيها? قلنا قبل كده ان الشريت دوت اللي هو موجود فيه حجم الخط. وحجم الخط قلنا مش شرط يكون اتناشر. انت بتتحكم فيه زي ما حضرتك تحب. طب لو انا متلغبط فيه الشريت باسحبه تحت كده. اشوف الاسم بتاعه واطلعه فوق تاني. تمام? آآ لو انا دلوقتي عايز اكتب من على آآ الشمال واكتب انجليزي. بنختار محاذاة الى اليسار. في عندك حاجة اسمها التوسيط او محاذاة في اليمين. تمام? محاذاة الى اليمين بنستعملها لو احنا بنكتب عربي. الشمال بنستعملها لو احنا بنكتب انجليزي. دلوقتي هنكتب انجليزي بتلاقي بيكتب معاك بطريقة تمام زي ما انت شايف كده. تمام? طب احنا ممكن نستعمل طريقة احسن من الكيبورد. آآ يعني مسلا لو نقلت دلوقتي لليمينة هوت راح اكتب خلاص عربي. وجيت اكتب فهتلاقي بيكتب معك انجليزي. ليه لان لازم تغير الاول اللغة وبعدين تكتب عربي. لو انا مسلا عايز اشغل سريع شوية في دوت. وعايز اشتغل بسرعة اكتر. آآ بتضطر انك تستعمل الشورت كاتس. الشورت كاتس اللي هي الاختصارات الموجودة في الكيبورد. يعني لما تضغط على زرين مع بعض كده. دي اسمي شورت كات. او اختصار من الكيبورد. موجود عندك آآ في الكيبورد زرار موجود كنترول وشفت في اليمين. وموجود كنترول وشفت في الشمال. لو ضغطنا على الكنترول والشفت اللي في الشمال بيحولو لك اللغة الانجليزي وبينقلوك لناحية الشمال. يعني خطوتين في خطوة واحدة بس. تمام? بتلاقي نكتب انجليز اوات عادي. تمام? آآ بعد كده مسلا لو انا عايز اروح لنحية اليمين وفي نفس الوقت اغير اللغة في خطوة واحدة بنضغط كنترول وشفت الموجودين في الجزء الايمن. اما انت شايف كده? وغير اللغة معي العربي كمان. تمام? آآ طب انا لو عندي مسلا جملة زي دي كده. مكتوب عربي. بعد كده مكتوب جنبها انجليزي. لو انا مسلا عايز اخلي آآ آآ الجملة دي كلها مسلا في منتصف الصفحة. آآ والكلمة في كلمة انجليزي وكلمة عربي. ازاي هنعمل على ده كله? زي ما قلنا قبل كده انك لو جيت في نصف كلمة معينة وعملت بتحدد الكلمة دي بس. يعني انا لو جيت حتى في الانجليزي هنا وعملت بتحدد كلمة احمد الانجليزي بس. طب ازاي حدده بقى? آآ بنيجي في الاخر خالص. الاخر خالص ونسحب ايه? ناحية اليمين كده. بالشكل دوت بنحدد الكلمة كلها. تمام? طب لو انت حاسس ان الطريقة دي في لاغباطة كده ويعني بتحس انك ماشي غلط. بتعمل ايه? بتيجي في النص هنا كده. وبتعمل حاجة اسمها يعني ايه? احنا عرفنا ان اه عرفنا ان اللي هما اتنين بسرعة. بقى تلاتة. تلاتة بسرعة يعني ما تضغطش واحدة وتستنى وكده لأ. تضغط التلاتة وراءة بعد بسرعة. نعمل بتحدد القطعة النصية بشكل كامل معنا. دلوقتي وهي كده او معك تقدر تتحكم في تقدر تتحكم في كل حاجة فيها. تقدر تخليها في المنتصف. تخليها في اليمين. تقدر تخليها في الشمال. كمان تقدر تغير اللون بتاع الخط كله. ما انت شايف كده? تقدر اه تعمل اي حاجة فيها. انت محدد القطعة كلها تقدر تزغرها. تغير الخط بتاعها. تقدر تعمل كل حاجة. تمام? كمان لو احنا محددين القطعة النصية بالشكل دوت. احنا دلوقتي لو عملنا هنحدد القطعة النصية كلها. اهو. كمان اقدر احزفها. وقلنا بتتحزف ازاي? بنضغط على زر الباكس بيس من الكيبورد. الزر دوت بيحزف الصفحة معك. تمام? وبيحزف الكلام لو انت محدده كمان. كده كده احنا حزفنا الكلام. كان فيه فرق بين الباكس بيس وزر اه زر الدليت. لو قفنا هنا مثلا. لو عملنا باكس بيس فالباكس بيس بيمسح حرف الاي. معنى كده ان الباكس بيس بيمسح الحرف اللي اه في الجانب الايصر بالنسبة لو انت بتكتب لغة انجليزية. فالباكس بيس بيمسح الحرف اللي في اللغة اللي في الجانب الايصر من اه المؤشر اللي هو حرف الاي. لو احنا دلوقتي عملنا باكس بيس هيمسح حرف الاي. لكن لو ضغطنا على زر الدليت فهو بيمسح الحرف اللي في الجانب الايمن من المؤشر. لو ضغطنا دليل فهيمسح معانا حرف الام. طب دلوقتي اه لو انا فتحت مستند. وحبيت ان انا مسلا اكتب. وحبيت ان انا اكتب فيه مسلا كلمة احمد. واحفظ المستند ده ازاي بقى بقدر احفظه. نيجي على ملف. موجود عندك حفز وحفز باسم. دلوقتي لو انا عملت حفز. تمام? وخرجت من الفايل دوت. وفتحته تاني احنا اول حاجة هنلاحزن الاسم بتاعه اللي هو الاسم الافترها دي. تمام? تعال نفتحه كده. خلال اما اكتب فيه كلمة احمد اللي احنا حفظناه. احنا غيرنا الكلمة دي لكلمة محمد. مشي? وعملنا حفز. تمام? وقفلنا الملف. فتحناه تاني. يلاقي كلمة محمد اتحفظت معنا. طيب. تعالى مثلا نخليها كلمة يوسف. وتعالى نعمل حفز باسم. تمام? زهر لك النافذة دي وقال لك اختار اسم للفايل. دلوقتي احنا هنحفظ كلمة يوسف دي في اه فايل جديد خالص بعيدا عن الفايل اللي احنا موجودين فيه حاليا باسم تاني. يعني احنا ممكن نسميه يوسف. تمام? ونعمل حفز. تعالى نقفل الملف ده كده. كان موجود اه كلمة محمد قبل ما نمسح. قبل ما نمسحها ونخله يوسف. تمام? اه كمان تقدر اه ترجع كويس ان انا ذكرت الخطوة دي. لو انا مسلا اه كتبت حاجة غلط وعايز ارجع فيها مسلا. اه في عندك تحرير في اه قيمة تحرير في حاجة اسمها تراجع. بنعملها من هنا كده تراجع. بتلاقي كلمة محمد. تمام? اه طب تعالى نمسح نكتب اي حاجة تاني كده. نقدر برضو نعمل تراجع من الكيبورد من خلال زرار والباكيس بيس. تمام? تمام. يبقى الملف الافتراضي كان موجود فيه كلمة ايه? كان موجود فيه كلمة محمد. الملف الجديد كان موجود فيه كلمة يوسف. تعالى نقفل ده كده. ده الملف الافتراضي او الملف القديم وده الملف الجديد. الملف القديم ده موجود فيه كلمة محمد. تعالى نفتحه ونشوف. موجود فيه كلمة محمد. والملف الجديد اللي احنا عملنا له حفظ باسم. موجود فيه كلمة يوسف. معنى كده ان الفرق بين حفظ وحفظ باسم. حفظ بي اه بتعدل على الملف الموجود حاليا او اللي شغال عليه. لكن حفظه باسم. فدي بتعمل ملف جديد باسم جديد بمحتوى جديد. آآ طب لو انا جيت مسلا افتح برنامج آآ الورد. ولقيت الدنيا آآ دخلة في بعضها بالشكل انت شايفه ده. المفروض ان كلمة ملف وتحرير وعرض وتنسيق وادراج. المفروض ان ده شريط ايه? شريط القوائم بيبقى موجود فوق هنا كده. زي ما انت شايف زي ما قلنا بنعمل كده. بنسحبه للمكان اللي احنا متعودين عليه اللي هو فوق هنا كده. طيب. آآ فين بقى شريط التنسيق والشريط القياسي? بنظهرهم من عرض. بنيجي على اشريطة الادوات بنختار قياسي. بعد كده عرض تاني. بنختار تنسيق. طب ايه ده بقى? يعني القوائم اللي احنا ازهرناها ظهرت فوق آآ شريط القوائم. احنا متعودين ان شريط القوائم بيبقى فوق خالص تحت شريط العنوان. مفيش مشكلة عادي تسحبه فوق كده. ظل عفوق كده. تمام? ده اللي فيه النسبة المقاوية ده شريط آآ القياسي. واللي فيه حجم الخط ده قلنا شريط التنسيق. في حاجة تانية او فيه كمان آآ تلت آآ قوائم المفروض انها بشكل اساسي بتكون ظهرة معايا. آآ تحت عندك هنا مش موجود شريط الحالة زي ما انت شايف كده. او فيه عندنا شريط التمرير الافقي. آآ العمودي والافقي. العمودي اللي هو اللي كان هنا كده. احنا بنسحب الشاشة منه التحت. وفي واحد آآ زيه كده بنسحب الشاشة منه يمين او شمال. دولة مش ظهريين. طيب تعالنا نزهرهم كده. لو جينا على عرض. وجينا على شريطة الادوات. مش هتلاقي هنا شريط الحالة. اللي هو اسمه شريط المعلومات برضو. او مش هتلاقي هنا آآ 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 برضه. او شريط التمرير. مش هتلاقوهم موجودين معانا هنا. طب نزهرهم ازاي بقى? بنيجي على آآ ادوات. بعد كده بنيجي على خيارات. بتفتح معانا النفذة دي. النفذة دي فيها تابات كتير. احنا بنختار التابة بتاعت عرض. بنيجي على جزئية الازهار. تمام? منها بنختار الشريط اللي احنا عايزين. قلنا شريط الحالة اسمه شريط المعلومات. هو نفس الاسم. لو آآ علمنا علامة صحة عليه وعملنا موافق. زي ما انت شايف كده بيزهر معانا آآ الشريط تحت. ندخل على ادوات تاني. ندخل على خيارات. عندك اهوات شريط التمرير الافقي بنعلم عليه علامة صح. وشريط التمرير العمودي وبنعمل علامة آآ صح وبنعمل وبنضغط بعد كده موافق. زي ما انت شايف اهوات آآ شريط زهر معي. العمودي والافقي اللي اتنين زهروا معي. بعد كده بقى ازاي نقدر آآ نعمل حدود للصفحة. الحدود دي حاجة اسمها بوردر. آآ مالحوظة بسيطة بس. آآ ازاي نقدر نكبر او نصغر آآ الصفحة. آآ بنضغط على زر من الكيبورد. وفي عندك البكرة اللي موجودة في الموز دي اسحابها لقدام والورا زي ما انت شايف بتعمل ايه زوم اين وزوم اوت. كمان نقدر نتحكم في آآ نتحكم فيها من خلال آآ الشريط القياسي. خلي بنعلي مثلا النسبة المعوية اللي مية وخمسين بالشكل ده بتكبر الصفحة معك او بتعمل زوم اين. هنرجع لطبعتها اللي هي مية في المية. تمام? نصغر شوية بحيس ان احنا نكون شايفين الصفحة بشكل كامل. طب انا دلوقتي لو كتبت حاجة مسلا آآ كتبت حاجة مسلا تنوية. ودلوقتي عايز اعمل حدود لي آآ الصفحة دي. بنعمل حدود لي الصفحة ازاي? بنيجي على قائمة آآ تنسيق. بعد كده بنختار حدود وتزليل. بعد كده بتزهر معنا الصفحة اللي احنا شايفينها دي بنختار آآ التابع اللي في النص اللي هي اسمها حد الصفحة. تمام? بعد كده بنختار الحد اللي احنا عايزين نعمله للصفحة ولا نفترض الحد ده مسلا. وبنقدر من هنا نتحكم في سمك الخط. او حجم الخط. هنخليه ثلاثة افتراضي زي ما هو. وتأكد ان آآ من تطبيق على تأكد انك محدد كامل المستند. تمام? وبنعمل ايه? موافق. زي ما انت شايف ظهر معنا البوردر او آآ الحدود بتاعة الصفحة. او ازاي بقى نقدر نضيف رأس وتزيل للصفحة? آآ الرأس والتزيل دهت آآ تقريبا بيكون مستعمل في ورقة الانتحان. بيبقى مسلا مكتوب لك فوق هنا في آآ المنتصف مسلا بيقول لك آآ اختبار مسلا شهر مارس. بيكون موجود لك تحت في نهاية الورقة بتاعة الامتحان. آآ مكتوب لك تحت مسلا مع قطيب التماني مسلا او مثلا. فازاي بقى نقدر نضيف الرأس والتزيل دوت. آآ بنيجي على قايمة عرض بنختار رأس وتزيل الصفحة. بيظهر معنا مربعين بالشكل ده ومستطيلين. كل مستطيل منقط. آآ اللي فوق ده مكتوب عليه رأس الصفحة واللي تحت مكتوب عليه تزيل الصفحة. آآ طب نيجي نكتب مسلا هنا بنخلي مسلا الكتابة في المنتصف. نكبر حجم الخط نخليه تمانية وعشرين مسلا. بيبقى مكتوب لك هنا حاجة زي اجزام. تمام? ويبقى تحت بيبقى مكتوب لك طب انا دلوقتي كتبت هنا اجزام. ازاي بقى انزل تحت لتزيل الصفحة? في موجود عندك طريقتين. الطريقة الاولى انك تنزل بي الموس تحت كده وتحدد آآ التزيل بتاع الصفحة وبعد كده تبدأ تكتب. الطريقة التانية لو انت فوق برضو زي ما احنا كده. فيه اداة في آآ الشريط اللي هو بتاع رأس وتزيل الصفحة طبعا الشريط ده وتزهر معنا اول ما عملنا او اول ما اخترنا رأس وتزيل الصفحة. في آآ اداة اسمها التمديل ما بين رأس وتزيل الصفحة. لما بنضغط عليها بالشكل ده وت بتنزلنا للتزيل بتاع الصفحة. طب لو احنا في التزيل بنضغط عليها بتطلعنا فوق تاني لي رأس بالصفحة. طب ننزل تحت. نكتب آآ زي مسلا ما بيبقى مكتوب في الامتحانات بعد كده لما بنخلص آآ الكتابة بتاعتنا بنعمل لما بنخلص كتابة الرأس والتزيل بعد كده بنعمل اغلاق موجودة هنا دي كده. بنلاحظ معانا ان الرأس والتزيل بقى لونهم باهد كده يعني مش نص يعني حتى يعني احنا لو كاتبين كلمة عادية كده مسلا. لما بنوقف الماوس عليها كده بيظهر مؤشر الكتابة. لكن الرأس والتزيل لما بنوقف الماوس عليها بيظهر مؤشر عادي. طب انا مسلا لو انا كتبت في يوم حاجة غلط آآ وعايز مسلا اعدلها آآ بنضغط عليهم double click كده. بيظهر لنا الرأس والتزيل تاني تقدر تعدل زي ما انت عايز. آآ طيب آآ ازاي اقدر اضيف تركيم للصفحة? التركيم زي ما بيكون موجود في الكتاب. دي صفحة رقم واحد ودي الصفحة رقم اتنين الى اخرة. طيب بنضيف التركيم ده آآ ازاي? آآ بنيجي على ادراج بنختار ارقام الصفحات. آآ زي ما انت شايف بتظهر معاك النافذة آآ الموجودة دي كده. آآ موجود معانا على الشمال المعينة او يعني بيقولك هيبقى شكل الصفحة عامل ازاي? تمام? آآ موضع الرقم هل هو في اسفل الصفحة او في اعلى الصفحة? طبعا طبيعا ان هو بيكون فين في اسفل الصفحة. بعد كده عندنا المحاذاة آآ الى اليسار يعني موجود الرقم الرقم اللي هو النقطة الزهرة عندك دي. تمام? آآ الرقم ده موجود على اليسار ممكن تخليه في الوسط بالشكل ده. وبعد كده هنعمل موافق. لما انت شايف دي الصفحة رقم واحد دي الصفحة رقم انت خلينا نكبر عشان تشوفها. دي الصفحة رقم واحدة. لو تلاحز ان رقم واحد ما تقدرش تعدل عليه يعني مش مش نص عشان تقدر تعدل عليه. دي الصفحة رقم اتنين هكزا. آآ كمان نقدر آآ نغير شكل التنسيق ده. ممكن نخليه مسلا بدل ارقام. نخليه مسلا آآ اي بي سي. نعمل موافق. موافق كمان مرة. دي ما انت شايف كده ايه? دي آآ اول صفحة ايه بعدين بي بعدين سي. نقدر برضو نغير التنسيق نخليه مسلا ليه الارقام آآ مش عارف دي الارقام اللاتينية تقريبا. دي ما انت شايف كده بعد بالارقام اللاتينية. تمام? آآ طب احنا بنلاحز في بعض الكتب. آآ بنلاحز في بعض الكتب آآ ان بيكون موجود في الصفحة الاولى مثلا المقدمة. آآ المقدمة دي مش مترقمة يعني مش معمولة عليها الرقم واحد. الصفحة اللي بعد المقدمة على طول بيبقى معمولة عليها رقم اتنين. ازاي بقى نعمل الحركة دي? اولا نخلي التنسيق بتاعنا بالارقام العادية. واحد اتنين اهوت. تمام? آآ بلاقي الصفحة الموجودة عندي في الاول دي كده بتبقى المقدمة. بعد كده الصفحة اللي تحتها دي اللي هي محتوى الكتاب بقى نفسه او الفصل الاول بلاقيه بقى دي بصفحة آآ او بصفحة رقم واحد. ازاي بقى نعمل الحركة دي? آآ بنيجي على آآ ادرج ارقام الصفحات. في عندك خيار اسمه ازهار الرقم على الصفحة الاولى. لو عملت او شلت علامة الصحة دي وعملت موافق. الصفحة الاولى ما بقاش عليها رقم. تمام? كده كويس قوي. طب انزل بقى للصفحة التانية كده هتلاقي الصفحة التانية رقم اتنين مش رقم واحد. طيب آآ ازاي بقى يخلي الصفحة التانية رقم واحد يبدأ العد من صفحة رقم اتنين. من خلال ان انا باجي على ادرج. وندخل هنا على تنسيق. وبنختار الخيار اللي تحت دوت اللي هو بدء الترقيم بيه وبنختار رقم سفر. بنعمل موافق بعد كده بنعمل موافق كمان مرة. تعالى نشوف كده الصفحة الاولى مش ظاهر فيها اي رقم. الصفحة التانية اللي هي الفاصل الاول مسلا ظاهر عليها رقم واحد. بعد كده عندي آآ طريقة آآ ادراج او آآ اضافة التاريخ والوقت. ازاي بنضيف التاريخ والوقت? لو انا مسلا بكتب مستند معين او نص معين. وهي مطلوب مني ان انا اضيف الوقت اللي انا كاتبه فيه. فانا مسلا الوقت عندي الساعة دلوقتي تسعة واربعة واربعين. فمش هروح اكتب له بقى تسعة واربعة واربعين بالشكل ده لأ. موجود عندنا خيار بيضيف الوقت والتاريخ الموجودين دلوقتي للجهاز. يعني الجهاز لو التاريخ والوقت بتاعه مش مزبوطين فهو بيضيف لك التاريخ والوقت اللي انت كاتب فيه بالنسبة لي الجهاز. حتى لو مش مزبوط. بنيجي على ادراج. بنختار التاريخ والوقت. زي ما انت شايف عندك في التنسيقات المتوفرة تقدر تختار اللي انت عايزه. نختار مسلا التاريخ. التاريخ زي ما انت شايف كده. بعد كده آآ نعمل سوري نعمل آآ او ننزل سطر. بعد كده نيجي على ادراج نختار التاريخ والوقت بعد كده بنختار الوقت زي ما انت شايف كده. ده التاريخ الموجود فوق ده التاريخ. وده الوقت. آآ طيب آآ بالنسبة بقى ازاي نقدر نضيف علامة صح وعلامة آآ غلط. طبعا علامة صح اللي بتبقى موجودة هنا اللي هي علامة الصح اللي احنا عارفينها اللي هو الرمز. وليست كلمة او جملة نصية. علامة الخطأ اللي هو الاكس. آآ عندك برضو الايموجي ده عبارة عن رمز. تمام? طيب ازاي بقى انا يقدر نضيفه? آآ بنيجي في المكان اللي احنا عايزين نضيف فيه علامة الصح. بنيجي على ادراج. بنختار آآ رمز. تمام? بنيجي على آآ بندور بقى على آآ موجود عندك آآ خيارات كتير اوه فانت بتدور على علامة الصح اللي موجودة ما بين الخيارات دي تمام? بنيجي على علامة الصح موجودة فوق اهيت. نعمل ادراج. لاحز قبل ما اعمل ادراج. اعمل ادراج بتنضاف معانا علامة ايه الصح. بنيجي على المكان التاني اللي هو المفروض نضيف فيه علامة آآ الخطأ. بنيجي على ادراج بنختار رمز. بعد كده بننزل تحت. بنلاقي موجود معانا علامة الغلط. بنعمل ادراج. بعد كده بنخرج. يبقى احنا كده عملنا المطلوب مننا آآ ضع علامة صح او علامة خطأ. بيموجي دوت برضو عبارة عن رمز. زي ما انت شايف نقدر نضيف ده. نعمل ادراج. نضيف ده. كزلك نقدر نضيف اي حاجة موجودة معانا هنا. يعني بعد كده ازاي بقى نقدر نضيف صورة لبرنامج الورد. بنيجي على قائمة ادراج. بنختار صورة. طبعا صورة بيظهر لنا عدة خيارات. بنختار ابسطهم وهو قصاصة فنية. بعد كده بتظهر لنا مجموعة من آآ الصور زي ما انت شايف كده بنختار مسلا الصورة دي. تمام? بنيجي نقف على الصورة بالشكل ده كده. بحستي بقى ظهرة معانا المربع الموجود حول الصورة ده. نقدر نكبر ونصغر الصورة منه. زي ما انت شايف كده. طيب آآ ازاي بقى اقدر اضيف آآ صورة? هتبقى كعلامة مائية للمستند بتاعنا ده. علامة مائية يعني هتبقى خلف النص اللي موجود معانا ده. تمام? علامة مائية معناها او بالانجليزي معناها ووترمارك. ندخل على ادراج. بعدين بندخل على صورة. بنختار قصاصة فنية. بعدين بنختار مسلا آآ برج ايفل ده. نكبره شوية في الشكل ده. طبعا بلاحز ان هو حرك كل حاجة من مكانها وعمل لنا صفحة تانية ووديني بحالها بازت يعني. تمام? طيب بنزبط بقى الوضع ده ازاي? بنعمل رايت كليك. بنختار تنسيء آآ الصورة. بنقدر نوصل ليه تنسيء الصورة او النفذة بتاعي تنسيء الصورة دي بطريقة تانية برضو. ان احنا بنعمل دابل كليك على الصورة. تمام? بنيجي على تخطيط. بنيجي على التابع اللي اسمها تخطيط. بنختار خلف النص وبنعمل ايه? بنعمل موافق. بالشكل ده كده. بعدك بتظهر معنا الصورة ليها آآ ليها عدد معين من الدوائر زي ما انت شايف كده والدائرة الخضرة دي. الدائرة الخضرة دي اقدر اقدر اعمل لها روتيت او دوران من خلالها. بقية الدوائر دي اقدر اكبر واصغر حجم الصورة منها. تمام? لو انا دلوقتي مسلا انا دلوقتي كده عملت الصورة زي ما انت شايفها كده. دلوقتي عايز مسلا اغير مكانة. ما عادتش قادر اصلا ان انا حدد. حددها ازاي بقى? آآ بنيجي على عرض. بنيجي على اشريطة الادوات. بنزهر الشريط اللي اسمه رسم. تمام? بنيجي من شريط الرسم على شكل البوينتر ده. لما تقف علي كده بيظهر نوتفيكيشن بيقول لك ان ده اسمه تحديد كائنات. بنضغط عليه. بعدين بنجي على الصورة. يعني اول ما بنقف اصلا على الصورة بتلاقي الموش شكله اتغير. بتقف على الصورة بالشكل ده. بتقدر بقى تحركها كده. ونتحكم في حجم الصورة نخليها مسلا بالشكل ده. او خلينا نكبرها خالص. بنجيب. جيبها بيه الشكل اللي انت شايفه ده كده كشكل مذكرة. او آآ مفكرة ليه الاسعالة مسلا. بالشكل اللي انت شايفه ده كده بقت الصورة بوتر مارك او علامة ما ايه. ولو انا بقى عايز امسح البوتر مارك دي مسلا او رجعت في كلامي ومش عايز احط الصورة دي مسلا. انا دلوقتي مسلا ما عدتش قادر ان انا نحددها. بنيجي زي ما قلنا بنظهر شريط الرسم من خلال العرض. بعدين اشرة الادوات بنحدد على شريط الرسم علامة صح. بنيجي على تحديد الاداة بتاع تحديد الكائنات. بنحدد الصورة بالشكل ده. طبعا الصورة انت لو حجم الصورة صغير. بالشكل ده كده. يكون ظاهر معاك دواير في كل زوايا الصورة عشان تقدر تتحكم منها. وقلنا ان الدايرة الخضرة دي بتعمل روتيت او دوران لي الصورة. دلوقتي احنا محددين الصورة بالشكل ده. آآ بنضغط على من الكيبورد على زرار بنحذف الصورة. كده احنا حذفنا الصورة اللي احنا عملناها. طب انا بقى لو عايز اضيف صورة بس الصورة دي من عندي انا من على الجهاز. نضيف الصورة دي ازاي? بنيجي على ادراج. بعد كده بنيجي على صورة. بنختار آآ اشكال تلقائية. بنختار من الاشكال تلقائية شكل الصورة اللي احنا عايزينه. بنختار مسلا شكل المستطيل اللي احنا عملنا ده بنلاحظ طبعا اول حاجة ان هو مغطي على الكلام. تمام ما فيش اي مشكلة. بنيجي مسلا. نخليه معنا بالحجم دوت. بعد كده بنضغط على آآ الصندوق اللي احنا عملناه ده وبنختار آآ تنسيق شكل تلقائي. بنختار من اللون بنختار آآ اللون. بعد كده بنختار تأسيرات التعبئة. بتفتح معنا نافذة تانية بنختار من النافذة دي صورة. بعد كده بنعمل تحديد الصورة. نختار الصورة اللي موجودة معنا مسلا. بعد كده بنعمل موافق. بعد كده ايه موافق? الصورة زهرت معنا بيه الشكل ده. بنقدر نكبر الصورة كده. بالشكل ده كده. نخليها مالية الصفحة. بس يدلوقتي زهرها مسلا فوق النص. فاحنا هنخليها تحت النص. هنعمل هنختار تنسيق شكل تلقائي. بعدين هنختار تخطيط. بعدين هنختار خلف النص. وبعدين هنعمل موافق. بالشكل ده. بالوقتي بقت خلف النص. نقلل الشفافية بتاعتها شوية. بالشكل ده بقت الصورة خلف النص. آآ طيب فيه طريقة تانية تقدر تضيف بيها آآ او علامة مائية. آآ بتكون موجودة في آآ معظم المذكرات. آآ بتلاقي مسلا مكتوب وراء النص كده مذكرة التفوق. او مذكرة النجاح. او مذكرة دكتور كزا. آآ تمام. فازاي بقى نقدر نضيف الووتر مارك او العلامة المائية دي على شكل نص. بنيجي على ادراج. بنختار صورة. من صورة بنختار حاجة اسمها وورد ارت. تمام? من الورد ارت بنختار آآ الشكل اللي احنا عايزينه ولا نفترض ان هو الشكل ده مسلا. بنضغط موافق. بعد كده بنكتب النص هنا مسلا مذكرة النجاح مسلا. بنغير الخط زي ما احنا عايزينه مسلا خلي دوت خلي الخط ده بولت شوية وبنعمل موافق. اما انت شايف طبعا الشكل آآ مش آآ مش اللي انت عايزه خالص. تمام? فاحنا بنحدد الشكل ده زي ما انت شايفه كده وبنيجي على بنعمل رايت كاليك بنختار تنسيق وورد ارت. تمام? بنخلي التخطيط بتاعه خلف النص وبنعمل موافق. تمام? بيزهر معنا بيه الشكل ده. وقلنا قبل كده ان انا مسلا دلوقتي عشان اقدر احركه فانا مش عارف احركه لانه مش نص. فانا مش عارف اصلا احدد عليه. بنيجي بنظهر شريط الرسم وبنختار تحديد الكائنات. بنيجي نقف عليه كده بالشكل ده. بنقدر نكبره نخليه يبقى مالي المذكرة. طبعا احنا دلوقتي ملاحظين ان هو ظهر فوق الكلام مش تحت الكلام. بنيجي نعمل رايت كليك بنختار تنسيق وورد ارت بنختار خلف النص وبنعمل الموافق. تعال نغير مسلا اللون بتاعه. خلي الشفاف. نقلل اللون نخليه مسلا رمادي. الشفافية بتاعته شوية نخليه مسلا خمسين. ومن التخطيط هنختار خلف النص وبنعمل موافق بيه الشكل ده. وبتلاقي الشكل ظهر معك بيه الشكل اللي انت شايفه ده. انه هو خلف النص مش فوق النص. فب لو انا شايف فواصل مسلا مزعجة بين كل حرف والتاني. نيجي مسلا نوضح اللون اكتر نخليه لون اسمر تاني. تمام? نزود الشفافية حبيتين. هو دلوقت ظهر تحت النص بس آآ اللون غامق عشان اللون غامق. فبيظهر انه مغطي على النص. لذلك احنا بنقلل الشفافية بتاعت النص من خلال ان احنا بنقلل الشفافية بنخليها في المنتصف بالشكل اللي انت شايفه ده. اا بعد كده عندنا مسلا ازاي نقدر نعمل تعداد رقمي او تعداد نقطي? اا اولا خلنا نعرفين ان التعداد الرقمي او التعداد النقطي في منه نوعين. النوع الاول اللي هو التعداد النقطي اا او الرقمي بيكون تعداد رئيسي او تعداد فرعي. وعموجود عندنا نوعين من التعداد تعداد رئيسي وتعداد فرعي او سنوي السنوي هو هو ايه الفرع يعني احنا مسلا موجودة عندنا في مادة زي مسلا المايكروبيولوجي لا خلينا مسلا في مادة زي الفيسيولوجي مسلا تمام موجودة عندك آآ خلينا نختار اللون الاحمر موجودة عندك في اول الكتاب خالص لو تفتحوا معي الكمبيزيشن او مكونات الدم تمام على نغير الخط مسلا نخليه ستة وعشرين آآ ما نخليهوش مائل نخليه طبيعي خالص بقول لك مسلا رقم واحد من مكونات الدم او خلي الخط برضو اسمر بقول لك مسلا المكون الاول من الدم بقول لك حوالي خمسة وخمسين في المية لازمة تمام آآ شوف انا لما عملت انتر او لما نزلت سطر عملي رقم اتنين بشكل تلقائي لي لان انا دلوقتي في حاجة اسمها التعداد النقاطي او التعداد الرقمي بس ده تعداد ايه رقمي زي ما انتا شايف كده لو جينا حددنا عليه دلوقتي وعملنا دابل كليك هيفتح لك ايه القائمة اللي احنا فيها دي اسمها تعداد رقمي انا دلوقتي ممكن اغير الشكل اخليه مسلا بالشكل ده تمام خليه بالشكل دوت خلينا بالشكل الافتراضي بتاعنا نرجع ليه الشكل الافتراضي مسلا اللي هو ده تمام لاحز اول ما عمل كده عمل رقم اتنين بشكل تلقائي احنا دلوقتي في حاجة اسمها تعداد رئيسي وقال لك ان النوع التاني من الدم او المكون التاني من الدم قال لك حوالي خمسة واربعين في المية قال لك اه النوع التاني اللي هو خمسة واربعين في المية من اه مكونات الخمسة واربعين في المية من مكونات الدم اللي هو بتكون من تلات اه انواع من الخلايا بعد كده بقى لو جيت انزل سطر انا مش عايز اكتب رقم تلاتة انا عايز اكتب ايه هم فعلا التلات انواع المعينين من الخلايا دولة تمام بنعمل اه عشان ندخل فيه التعداد او احنا دلوقتي عايزين نعمل حاجة اسمها تعداد فرعي او تعداد سنة وبنضغط على زرار التاب مرة وكمان نقدر نضغط عليه مرتين تمام نكتب مسلا النوع الاول معنا اللي هو الريد بلاد سيلز نعمل ار بي ار بي مش شكل ده كده بعد كده ننزل اه بتلاقي الواحده كده بياخد ترقيم تلقاء انت دلوقتي في حاجة اسمها تعداد فرعي او تعداد سنة ليه التعداد فرعي او تعداد سنة ولان العدد ده مش نفس العدد اللي انت شايفه فوق ده او مش في نفس الترقيم او مش في نفس الرنج بتاع الترقيم هو موجود تحته لكن بمسافة معينة تمام ده اسمه التعداد الفرعي او التعداد السنة لك مسلا النوع التاني موجود معي الوايت بلاد سيلز تمام بعد كده عندك بقى الصفاح الى اخره الفكرة دلوقتي ان انا عندي ده التعداد ايه ده تعداد رئيسي وده تعداد رئيسي برضو رقم اتنين سوري وده تعداد رئيسي برضو رقم اتنين قلنا مسلا لو عملت غلطة زلفات دي عشان ارجع فيها بعمل او اه كنترول وزد بس يفضل انها تكون تمام آآ قلنا ان احنا عندنا التعداد الرئيسي اللي انا فيه دلوقتي اللي هو رقم واحد واتنين ده والتعداد الفرعي او السنوي اللي بيكون مندرج من آآ عنوان معين او من تعداد اخر معين طبعا لو عايز مسلا اغير الشكل ده كده ممكن اخليه زي ما انت شايف كده اخليه بالسي اللي هاخيرو تمام ممكن اغير شكل التعداد برضو آآ السنوي دوة خليه تعداد نقاطي اخليه مسلا بالشكل بتاع النقط ده كده بالشكل ده مسلا تمام? آآ ممكن برضو زي ما قلنا نخليه رمز لو انا اخترت كده ممكن اخليه الايموجي ده او اقدر اخليه اي رمز موجود عندي بختار آآ تخصيص ومن تخصيص بختار حرف بعد كده بتفتح معنا قائمة الرموز اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده اختار مسلا آآ رقم بعلش نختار رقم ممكن نقدر نختار اي شكل من الاشكال ده او اي ايموجي من الاشكال دي كده تمام? ومحتاج برضو انك تلاحظ معايا ان انا دلوقتي بحدد الرمز من خلال ان انا بعمل علي بتحدد معايا بالشكل ده وبعد كده بعمل على الشكل تمام? دلوقتي انا معايا زرار التخصيص ده زرار يعني اقدر اضغط عليه لو انا اخترت بلا هتلاحز ان الزرار ده اختفى او ما اقدرش اضغط عليه طيب انا دلوقتي مسلا لو انطلب مني في امتحان العملي آآ ان انا اعمل صورة زي اللي موجودة هناك على الحائط او الحيطة بتاعة المعمل آآ زي ما احنا ملاحزين اول حاجة لاحزنا ان الصورة او الورقة اللي موجودة عندي اتجاه الورقة بشكل افقي قلنا ان احنا بنحدد الشكل من خلال ملف بعدين اعداد الصفحة من اتجاه بنختار اتجاه افقي تمام? ده اول حاجة موجودة معنا. تانية حاجة موجودة معنا لاحزنا ان الصورة فيها بوردر او آآ في موجود معنا حدود للصورة. تمام? تانية حاجة موجودة معنا لاحزنا ان في مربع او صندوق آآ تحت العنوان. ولاحزنا ان العنوان آآ لونه غامع. يعني لونه تقيل اللي هو البي البولت. لاحزنا انه تحته خط اللي هو اليو او الاندر لاحزنا انه فيه شكل هنا زي السهم تقريبا ده بيشور على المعمل. بعد كده آآ موجودة عندنا اللافتة او محتوى اللافتة بتاعنا على جميع الطلبة التوجه نحو المعمل. ازاي بقى نقدر نعمل آآ الكلام ده كله? تعال نقفل المستند ده. ونفتح مستند آآ جديد. طيب اول حاجة زي ما قلنا ان احنا بنحدد او بنزبط اتجاه الورقة بتاعتنا بنخليه بشكل اوفقي بالشكل ده. تمام? تاني حاجة ان احنا بنجي على تنسيق بنضيف حدود للصفحة. عدد الصفحة. بنضيف نفس الحد اللي بيبقى موجود عندك بنفس السمك او العرض بتاعه وتأكد انك مختار من تطبيق على مختار كامل المستند. بعد كده بنعمل موافق بالشكل ده كده. بعد كده بنكبر الخط للحجم المناسب تقريبا ستة وتلاتين. بنيجي في المنتصف. آآ كنا ملاحظين طبعا ان الخط غامق او بولت او سميك. زائد انه بيكون تحته خط. ولون الخط اسمر معنا. تمام? بعد كده بنكتب تنويه هام. تمام? كده خلصنا العنوان بتاعنا. هنضيف بقى الصندوق بتاعه ازاي? هنيجي على ادراج. نختار صورة. نيجي من صورة على اشكال آآ تلقائية. طبعا اشكال تلقائية. النفذة آآ قصدي القائمة دي كده هتبدأ تظهر معاك. اللي انا بحركها دي كده. دي مش هتبقى ظهرة معاك. هتظهر معاك اول ما تضيف صورة وتختار اشكال تلقائية. تمام? بنيجي منها نقف في الموس على اشكال اساسية. بنيجي نختار الشكل اللي هو المستطيل المستدير الزوايا ده. وبنرسم المستطيل بتاعنا في اي شكل او في اي جزء. وبنحركه الصفحة بتاعتنا اللي فوق. بنزبط شكل الصندوق بتاعنا. طبعا بنمسح الصفحة بتاعتنا اللي تحت. بنجلي الصندوق بتاعنا نزبط الحجم بتاعه لنفترض ان ده الحجم المناسب. دلوقتي انا حطيته. آآ بيغطي على الكلمة او مش ظاهر تحت الكلمة. ازاي بقى? بنخلي الكلمة هي اللي تظهر فوقه. اولا احنا هنغير اللون بتاعه. بنغير اللون من بنعمل ريت كريك. بنختار تنسيء شكل تلقائي. بنختار اللون اللي هو تقريبا رمادي اربعين في المية. بنقلل الشفافية بتاعته على على قدر ما نحب. وبعد كده ايه? بنعمل موافق. ده كده اول خطوة ان احنا زبطنا اللون بتاع الصندوق بتاع العنوان. تاني خطوة ان احنا بندخل على نفس النفذة اللي احنا فيها بندخل على تخطيط. بنختار خلف النص. عكاية بنطلع الفوق بالشكل ده كده. بتلاقي ان هو ظاهر تحت آآ النص او وراء النص. تمام? بعد كده كان ظاهر كان بسندوق العنوان ده ظاهر آآ آآ سهم بيشير الى اتجاه المعمل. نضيفه ازاي من نفس القائمة اللي احنا كنا فيها اللي هي اشكال تلقائية. قلنا لو نسيت اسمها بتسحبها لتحت كده هوت. بتشوفي الاسم بتاعها وتطلعها مكانتين. تمام? بنيجي على شكل الاسهم الممتلئة ده كده. بنختار شكل السهم اللي احنا عايزينه. بنرسم السهم بيه الشكل ده كده. بنزبط الابعاد بتاعت الموس آآ اصدي بتاعت آآ السهم. بعد كده بنضغط كليك يمين بنختار تنسيق شكل تلقائي. بنختار اللون اللي هو لون رمادي اربعين في المية وبنختار موافق. طبعا ما فيش نص فانت مش مضطر انك تعمل شفافية للشكل ده. بعد كده بنيجي على النص. بنعمل انتر انتر. بنفضل ننزل لتحت الحد تقريبا منتصف الصفحة. نزبط بتاعنا اللي هو آآ اتجاه كتابة النص. بنخليه موجود معنا على اليمين بالشكل ده كده. واللغة بتاعتنا نتأكد ان هي لغة عربية. بنشيل طبعا علامة الاندر لاين. آآ بنكتب على المطلوب مننا في اللافتة. بنكتب آآ على جميع الطلبة. التوجه. نحو المعمل. بس وبكده بنكون خلصنا كل المطلوب مننا وعملنا الورقة اللي مطلوبة مننا وبتسايف الورقة دي باسمك.